السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم أخوكم محمد حدايدي في هذا الفيديو إن شاء الله هنشوف كيفية عزل اللي هو خلفية الصورة طبعا هذا اعتدنا عليه من خلال التطبيقات ومن خلال أيضا مواقع جدا كثير ولكن أيضا في هذا الفيديو هنشوف كيفية تعزل خلفية فيديو وهذه اللي صراحة جديدة طبعا الطريقة بدون تطبيقات وبدون برامج بدون أي شي فقط كل اللي عليك تسوي أنك تدخل على الروابط تبع المواقع الخاصة بعزل خلفية صورة أو بعزل خلفية فيديو هنطبقها الآن بشكل عملي وروابط الموقعين بتلاقيها بصندوق الوصف أسفل الفيديو بالإضافة لو أنت حابب تخلي هذه الصفحة كتطبيق عندك عشان تدخله بكل سهولة بشكل أسرع لنشوف الفيديو مع بعض وأيضا التطبيق العملي لهذه الموقعين طيب يا شباب بالنسبة لموقع الصور خلينا نبدأ فيه لأنه على السريع سهل وبسيط كل اللي علينا نسويه بندخل على الرابط الموجود بصندوق الوصف أسفل الفيديو حتحصل عندك هنا المربع هذا الأزرق مكتوب upload image اللي هو رفع صورة فحنختار مثلا من ألبوم الصور ونختار أي صورة على سبيل المثال نختار هذه الصورة وبعدها نضغط على تم الآن هو بيسوي لها معالجة وبيفرغ اللي هو الخلفية بيعزل الخلفية تماما وبتظهر معاك بهذا الشكل هذا قبل وهذا بعد كل اللي علينا نسويه بنضغط download من هنا الآن بيجيك اللي هو تحميل وبيتم تحميل الصورة طيب بالنسبة لموقع الفيديو موقع الفيديو أيضا جدا سهل وبسيط بنفس الطريقة أيضا هنسوي upload clip طبعا موقع الفيديو يدعم اللي هو الفيديوهات ويدعم أيضا الصور المتحركة اللي هي ال GIF وبنختار أيضا من ألبوم الصور ولاحظ معايا مثلا بنختار هذا الفيديو وبعدين بنضغط على تم بعدين اللي هو اختيار والآن بيسوي له معالجة وبيفرغ اللي هو خلفية أيضا الفيديو لاحظ معايا فرغ لي الخلفية تماما أيضا هنا بيعطيك خيارات لو أنت حابب تضيف خلفية من عندهم من هما يعني من نفس الموقع لاحظ معايا بهذا الشكل جدا جميل الموقع ومفيد جدا فبهذه السهولة عزلنا أو عزلنا خلفية الصور أيضا خلفية الفيديو طبعا هنا في فيديوهات اللي هي فيديوهات متفاعلة معاك وأيضا تقدر تختار مثلا صورة أو لون يعني مثلا أنا حابب أختار لون لون الخلفية بهذا الشكل أي لون كان بهذا الشكل وأيضا ممكن أختار أيضا صورة بهذا الشكل جدا جميل طيب لو أنت حابب تحتفظ مثلا بهذا الموقع عندك على الجوال عشان مو كل مرة تبحث عنه أو في المفضل أو شيء تضغط هذا السهم اللي هنا بعدها بيظهر معاك هذه الخيارات هنا بتقوله أد تو هوم سكرين أو على سطح المكتب بهذا الشكل وهنا طبعا تقدر تسميه يعني مثلا تخليه إزالة خلفية الفيديو خلينا على سبيل المثال بهذا الشكل بعدها بتقوله أد أو إضافة الآن صار عندي كأنه تطبيق بمجرد أن أضغط عليه مباشرة بيفتح معايا الموقع طيب مو حابب أطول عليكم الشرح إن شاء الله يكون واضح للجميع وصلنا لنهاية الفيديو يعطيكم ألف عافية لا تنسونا من لايك و السبسكرايب في القناة وفي أمان الله